بطولة أبطال الدوري 2013 مش بتمثل لمصر كلها النادي الأهلي الوقت ده كان صعب جدا على الكرة المصرية كان صعب جدا على النادي الأهلي بعد خروجنا من محنة أحداث برسعيد والثورة والغاء الدوري موسم 2013 فطبعا كانت هي تعتبر بطولة الوحيدة اللي كنا بنشترك فيها وبمعنى أصحى كمان بعد خروج الزمالك من دور المجموعات فكان أصبح النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي كان بيلعب كرة في مصر يعني كان كله بيتابع النادي الأهلي في الوقت ده وكان هو الوحيد اللي يعني زي ما بنقول بيرسم البسمة والفرحة على المشجعين بتوعه طبعا وجماهيره وعموم المتابعين لكرة القدم وكانت طبعا بطولة ظروفها صعبة لكونها تلعبت طبعا في الجونة وكانت ملعب الجونة يعتبر ملعب مواشر المسالي بالنسبة للقالي وأيضا برضو أن كانت بتلعب بدون جمهور إلا في مباراة النهائي فقط بس قدام أولاندو بايرتز فكانت لها ظروف صعبة السبونسورز طبعا والنحواح المادية مختلفة كانت برضو كان فيه صعوبات شوية بالنسبة للعبين وبالنسبة للتدفقات المالية بتاعتهم فبرضو دي كانت عاملة درجة صعوبة لكن طبعا أنت عارف أن هذا الأهلي دائما بيبقى موجود في الحدث ودائما بيبقى هو الصباق تحت أي ظروف تحت أي صعوبات بيقدر أن هو يعني يحصد برضو البطولات في أصعب الظروف البطولات صعبت لزيادة الدور زيادة اللي هو بعد دور المجموعات كنا بنلعب الأول قبل نهاية ونهاية دلوقتي أنت بتلعب 16 و8 وقبل نهاية يعني زادت الدور بمعنى أصح ذهبوا عودة إنما النادي الأهلي طبعا يعني عنده القدرة أنه هو يصل لمنصات التدويج الموسم الماضي كان فيه صوح حظ قابلنا بشكل كبير في نهاية قدام الوداد إحنا قلنا بفريل أحسن الأهلي كان بفريل أحسن أداءاً ذهبوا عودة لكن بعض الأخطاء البسيطة خبرات النهائية ممكن تكون فرقت شوية لكن السنة دي أنا شايف برضو للاستعداد إحنا فرقتنا بقت أقوى وفي نفس الوقت كمان المنافسة هتبقى برضو قوية أنا متطفق معاك إن البداية بتبقى صعبة خصوصاً إن أنت في الدوري يعني عايزوا المنافسة إلى حد ما أنا محسومة بشكل كبير يعني ما قدرش أقول نهائية لكن محسومة بشكل كبير فديم عامل نوع من من إلى حد الماء السقة والارتياحية شوية لكن مع أفريقيا هكيد هتقابل فرق برضو بقوة معينة رغم إن إحنا نحن يمكن بنلعب في الأدوار الأولى لـ 32 بس برضو المباراة الأفريقية هي المباراة الأفريقية فأنا شايف البداية لابد إنها تكون قوية بيكون فيها تركيز عالي جداً وفي نفس الوقت كمان يعني فيه لعيبة أنت عندك أول مرة هتلعب في أفريقيا يعني في التشكيل اللي بيلعب بين ندلالي لفترة أخيرة فيه أكتر من لعب يعني ثلاث أو أربع لعيبة أول مرة هيشتركوا في بطولة أفريقيا ودي هتبقى البداية المشوار بتاعهم فأعتقد إن دي لازم تبقى فرصة كويسة ليهم إن هم يركزوا من بداية المشوار وأيضاً كمان يعني يكتسبوا الخبرات الأفريقية بكل سرعة لإن دي هتبقى مهمة جداً في الأدوار النهائية بعد كم مفتيح اللاعب طبعاً في فريق كبير زي ندلالي لابد إن أنت تكون عندك يعني أكتر من لاعب حتى وإنت على البنش بره أو على معاك في البودلاء لازم يكون تمتلك لعيبين عندهم القدرة على إن هم يغيروا النتيجة أو الأداء أو رتم الأداء أي إن كان بقى أنت عايز تكسب أو عايز مثلاً تحافظ على النتيجة أو مثلاً متعادل وعايز كده يعني فإلا أنا عايز أقوله إن النادل أهني غني بلعيبته عنده لعيبة كويسة كابتن حسام البدري يقدر إنه هو يعني يستخدم هذه الأوراق في توقيتاتها المزبوطة وفي نفس الوقت كمان في المباريات لأن كل المباريات أفريقيا بيقاليها سيناريوهات كتيرة وبتلعب بره ملعبك ولجوه ملعبك وطبعاً نتفرج على فريق مونانا فأعرف نقاط ضعف ونقاط قوته بيدفع إزاي طاقة أنهما هيجي يدفع معنات الألف إستاد القايرة فطبعاً دي هتبقى محتاجاً سيناريو معين بس لكن مفاتيح النادل الأهلي أنا شايف إن الرئيسية طبعاً تمثل في عبدالله السعيد علي معلول في الجنب الشمال أحمد فتحي في الجنب اليمين من الناس المهمة جداً عندك وليد أزارو وليد سليمان لو لعب طبعاً وراء رأس حربة هيبقى عبدالله السعيد وليد سليمان ومعهم لو حمودي يخف من الإصابة أو حتى إسلام محارب ممكن يبقى لي دور يعني أنا أظلم عنده مفاتيح كتيرة زيادة عمر السلية من وسط الملعب وعمل الزيادة العددية على خط هجومه دي كلها حاجات مفاتيح بتقدر أن أنت تحل بيها النادل الأهلي عنده مفاتيح كتير النادل الأهلي طول عمره بيبقى مركز بيبقى ما بيستسهلش المباريات وده سر أنه دائماً بيبقى في المركز الأولى أنه دائماً بيعطي كل مباراة المسئولية بتاعتها والتجهيز بتاعها والتركيز كمان اللي أنا عايز أقولون هي بس أن بداية المشوار دائماً لما بيكون قوية بتدي رسالة لبقية الفرق أن أنت يعينك على اللقب بالإضافة لي اكتساب العناصر الجديدة خبرات أفريقيا بتبقى من أول مباراة يعني من أول مباراة لما بياخدوها بجدية وبتركيز عالي اعتقد أن ديب عندي كده على مدار البطولة بتفرق ان شاء الله الخطيف والخطيف بإرحال وراج مرة del dain وعي يجي الظهول ياه بول والطاقة الطاقة طاقة الطاقة نور جميل سيد أبدالأفريز بيبو 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 فلاقفو بغو فلاقفو بيبو أهله فلاقفو بيبو محمد أبدريجا همثل المشركة المشاهد في الجلسة هي الم 오늘로 شخمي المشاهد في وقت هرة مما أعطاً من الجلسة وارف الوطن في زعين وارفifying وأعمال من الجلسة إجراء الوطن أعمال من الجلسة